شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في غذاء العمل الذي أقامه معالي السيد بوريس جونسون وزير خارجية المملكة المتحدة لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامج اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك وخلال الاجتماع تم استعراض مسار العلاقات المشتركة بين الجانبين وسبل تعزيزها والانتقال بها إلى مراحل أكثر تقدما بما يعود عليهما بمزيد من النفع إضافة إلى تبادل وجهة النظر بشأن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير التنسيق بين الجانبين حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد أكد معالي وزير الخارجية أن استمرار اللقاءات المشتركة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة من شأنه تعزيز مصالح الجانبين والإسهام في وضع حلول دائمة لأزمات المنطقة بما يرسل الأمن بها ويحقق التنمية والرخاء لشعوبها